موسيقى الحصاد من قناة الغد بالقاهرة أهلا بكم ونبدأ بالعنوة كوتن يرفض نقل اللاجئين من أفغانستان إلى دول أسيا الوسطى خشية تسلل إرهابيين إلى روسيا طالبان ترسلوا مئات المقاتلين لوادي بنشير للسيطرة عليه وشاه مسعود يدعو الحركتها إلى التفاوض وسط تعثر المفاوضات مع المسلحين الجيش السوري يعزز انتشاره في محيط درعة ويفتح ممرا آملا للمدنيين وفد عراقي يزور تركيا الشهر المقبل لبحث أزمة انقفاض منسوب نهري دجلة والفراط إلى النصف قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الصراع في أفغانستان يؤثر تأثيرا مباشرا على الوضع الأمني في روسيا وانتقد بوتين فكرة قيام بعض الدول الغربية بإرسال لاجئين من أفغانستان إلى دول أسيا الوسطى المجاورة لحين النظر في تأشيرات دخولهم إلى الولايات المتحدة وأوروبا مخاوف وقلق لدى المسؤولين الروس حول الحال في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد والتمهيد لحكم جديد لها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع مع كبار مسؤولي حزب روسيا المتحدة في الكريملين انتقد ما وصفه بأنه نهج مهين من جانب الغرب معلنا صراحة مخاوف أمنية لروسيا بسبب مساعي الغرب لإيجاد مأوى مؤقت للاجئين الأفغان في دول وسط آسيا هذا أمر هام لأمننا ويتعلق بشكل مبشر بمواطنين لا نريد مسلحين يظهرون في روسيا مجددا تحت سطر اللاجئين سنفعل ما بوسعنا مع شركائنا الغربيين لضمان الاستقرار في أفغانستان لكننا لا نريد أن نكرره لو جزئيا وضعا كان لدينا في تسانيات عندما كانت هناك أعمال عدائية في شمال القوقاص مخاوف بوتين استندت وفق مراقبين إلى أن موسكو تتيح سفر مواطني الجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى لها دون تأشيرات دخول وبالتالي سيسهل ذلك عملية دخول الأفغان إلى بلاده وهو ما قد يشكل خطرا كبيرا وفق الرؤية الروسية تأتي هذه التصريحات قبل محادثات ستكون أفغانستان محورها تجري الاثنين خلال قمة افتراضية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي وهي تحالف عسكري يضم عدة جمهوريات سوفيتية سابقة بقيادة روسيا وأجرت الولايات المتحدة محادثات سرية مع عدد من الدول في محاولة لتأمين اتفاقات لتوفير مأوى مؤقت للأفغان المعرضين للخطر والذين عملوا مع الحكومة الأمريكية ويسعى الآلاف للفرار من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على كابل خشية التشدد أو الانتقام لتعاونهم مع واشنطن وتوجه المئات إلى دول في وسط آسيا مثل أوزباكستان وطاجكستان التي تشتركان في الحدود مع أفغانستان دعا رئيس الوزراء البريطاني بورد جونسون إلى اجتماع لقادة مجموعة السبع الثلاثاء المقبل لمناقشة الأزمة في أفغانستان وقال جونسون إن الاجتماع سيحث المجتمع الدولي على إيجاد سبل لمنع تصعيد الأزمة الأفغانية وضمان عمليات إجلاء آمنة ومنع خدوث أزمة إنسانية وتتولى بريطانيا حاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع التي تضم أيضا الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا أعلنت حركة طالبان أنها أرسلت مئات المقاتلين إلى منطقة إقليم بنشير شمال كابول يأتي ذلك للسيطرة على الإقليم بعد أن رفض مسؤولوه المحليون تسليمه وتسعى مجموعات مقاومة مسلحة لتنظيم صفوفها والتصدي لحركة طالبان التي أحكمت قبضتها بشكل كامل على أفغانستان وكان القائد الأفغاني أحمد مسعود قال إنه يريد من طالبان أن تدرك أن السبيل الوحيد للمضي قدما هو المفاوضات وأضاف مسعود أنه لا يريد الحرب ولكنه شدد على مقاومة أي غزو من طالبان لإقليم بنشير مشيرا إلى أن المعارضة تشمل مناطق أخرى وأن الهدف هو الدفاع عن البلاد بأكملها وقال مسعود إنه لديه خليط من القوات من وحدات الجيش النظامي وقوات خاصة وفصائل محلية كما طلب مسعود بحكومة تشمل الجميع قائلا إنه ينبغي على العالم ألا يدعم نظاما شموليا من لندن عبر سكايب ينضم إلينا يان بلاك باحث في مركز الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد سيد بلاك هذه القمة لدول مجموعة السبع ما الذي يمكن أن تخرج به؟ وهل هناك اتفاق في وجهة النظر بين الدول السبع على التعامل مع أزمة أفغانستان؟ قمة السبع الكبار ستكون قمة افتراضية والتي سترأسها رئيس الوزراء البريطاني بورت دونسل وموضوع هذه القمة ستكون طالبا حيث أنها سيطرت على أفغانستان وهذا تحدي سياسي ودبلوماسي كبير للجميع فهناك رغبة لتحسين الأوضاع هناك وهناك أيضا رغبة لمنع الوضع من التدهور لذا كما قال جونسون إنه يطالب المجتمع الدولي أن يتعاون جميعا حتى يضمنوا إقلاء آمن وحتى يقوموا بمنع المأساة الإنسانية وحتى يساعدوا الشعب الأفغاني أن يؤمنوا مكاسب العشرين عاما الماضي ولكن المجتمع الدولي غاضب جدا من الرئيس جو بايدن والذي تجاهل حيث بايدن تجاهل الاعتراضات الكبيرة الخاصة بانسحب الولايات المتحدة من أفغانستان وفي النهاية بايدن سيشارك في هذه القمة وهذا أمر طبيعي وسيقوم بفعل بمناقشة الإقراءات والأفعال الخاصة بالوضع في أفغانستان والاجتماع هذا يأتي عقبة مقابلة بين جونسون وبيدن وأيضا مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون والرئيس الوزراء الإيطالي ماريو نعم لذا الوضع صعب جدا ولا توجد أي ضمانات أن هذه القمة ستدفر عن نتائق إيابية وكما ذكر وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين سيضع العديد من الشروط على أي اعتراف طالبان وعلى أي تعاون مع طالبان هذه الشروط هي طريقة تعاملهم مع النساء والأطفال وحماية حقوق الأقليات وبالطبع أن لا يكون ملاذ آمن للإرهابيين وتجمع للمتشددين لذا أعتقد أن الوضع والقضية في غاية الصعوبة وأعتقد أن الغرب وأن الولايات المتحدة وسمعت كل منهم بالطبع على المحك ويمكن أن نقول أنها تضررت بشدة من خلال سيطرة طالبان على أفغانستان خلال الأيام الماضية سيد بلك هناك اتصالات وتصريحات بأن هناك اتصالات ما بين الولايات المتحدة وحركة طالبان ومفاوضات أيضا هل هذه الشروط التي تحدث عنها رئيس الوزراء البريطانية هي ما تدمى الاتفاق عليه بين طالبان والولايات المتحدة أم أن هناك اتفاقات أخرى لا تعلم عنها شيء بقية الدول وخاصة دول مجموعة السابق حسنا السؤال هو هل ستلتزم طالبان بالشروط الدولية وستلتزم بمتطلبات المجتمع الدولي وهل الولايات المتحدة ستستطيع أن تفرض هذه الشروط إن موقف جونسون هو قاء نتيجة لا تعرض لانتقادات كبيرة فالانتقادات وجهت إلى جونسون لأنه التزم وأيد قرار الأمريكي ولكن جونسون قال الأمر بهذه البساطة إمكانية الحكومة البريطانية أن تظل في كابل وحدها ليست ممكنة أبداً بدون أي تواجد أمريكي هذا مقال بالضبط لذا الوضع صعب جداً ويصعب جداً أيضاً أن يكون هناك إجماع دولي عن ما نفعله بعد ذلك أعتقد أن ما يريده الجميع هو أن توضع شروط على طالبان وأملاً هذا بمعاونة الصين وبمعاونة روسيا وذلك أيضاً بدغط من مجلس الأمن الدولي حتى يضعوا شروط على طالبان حتى يتم قبولهم في المجتمع الدولي ولكن الصعوبة هي أن بيكين وموسكو المشكلة أن بيكين وموسكو لديهم موقف أكثر وداً لطالبان من أي بلد أوروبي وغربي آخر ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيكتمع في هذا الأسبوع وحينها سنرى ما سيحدث ولكنني أعتقد أن البلدان الغربية ستجد أنهم سيعتمدوا أكثر على موسكو وعلى بيكين أكثر من اعتمادهم عليهم في الفترات الماضية ولكن وضحة من المعلومات عن ما سيتم بحثه في القمة هو الجزء الإنساني أما الجزء السياسي فهو غير مطروح في ما يتم تداوله عما سيطرح في هذه القمة فقط عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية نعم عمليات الإجلاء والمساعدات الإنسانية بالطبع هي أمور عاجلة وهامة وأعتقد أن المسؤولين وضحوا أن هناك موعد نهائي في 30 من أغسطس والرئيس بايدن أصر عليه ومن المهم أيضا أن نذكر أن الولايات المتحدة قامت بأمر شركات الطيران المدنية أن تشارك في عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين والمواطنين الأفغان الذين عملوا لدى السفارة الأمريكية أو لدى الجيش الأمريكي على سبيل المثال كمترجمين لذا أعتقد أن الوضع في كابل الآن وفي مطارها هو أمر أول ولكن هناك أمور أخرى كثيرة فالمجتمع الدولي يجب أن يركز على المطار وعلى وضع الإجلاء الآن ولكنني أعتقد أن قمة السبع الكبار والأمم المتحدة يجب أن تركز على قضية المضى الطويل وهي كيف التعامل مع طالبان ونظامه ومن بينه على سبيل المثال كيفية التعامل معهم فيما يخص سياسات مكفحة الإرهاب وسياسات المساعدات لا يوجد أي شك أن السيطرة على كابل من قبل طالبان هو يعاد تحدي كبير وخطير جدا لكل المجتمع الدولي وهذه قضية يصعب التعامل معها وذلك نتيجة للانقسامات ما بين الصين وروسيا من جانب والغرب من جانب آخر وأيضا استنادا إلى الضرر الذي حدث بسمعة الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن شكرا سيد أن بلاك باحث في مركز الشرق الأوسط بقية لندن للاقتصاد كنت معنا من لندن عزز الجيش السوري من انتشار في محيط درعا بعد تعطر المفاوضات مع المسلحين هناك وكان الجيش السوري قد عمل على فتح ممر آمن لخروج الأهالي من المناطق التي يسيطر عليها المسلحون في محافظة درعا جنوب سوريا كانت درعا الاسم الأبرز في بداية الأحداث في سوريا عام 2011 فقد شهدت الكثير من الأحداث قبل أن تمتد إلى مختلف المناطق في سوريا ثم عادت درعا لتصبح مركزا للأحداث من جديد بعدما شهدته في الأيام الأخيرة نشطاء في المدينة ومحيطها قالوا أن تدهورا كبيرا يطرأ على الحالة الإنسانية والأمنية على الرغم من أن الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية جديدة وبعد أن بدأت بعض وحداته بتكثيف المراقبة لطريق الأوتوستراد الدولي المؤدي إلى معبر نصيب على الحدود الأردنية وكان الجيش السوري قد عمل على فتح ممر لتأمين خروج الأهالي من مناطق سيطرة من سماهم الإرهابيين في درعا البلد والمخيم محافظة درعا أيضا بدأت بتجهيز مركز إيواء جديد لاستقبال المواطنين الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة المجموعات الإرهابية وكانت خارطة الطريق الروسية الخاصة بسوريا والتي اعتبرها البعض تصب في مصلحة الحكومة والجيش السوريين سببا في رفض بعض التنظيمات المسلحة في درعا لها وتنص خارطة الطريق على أن يتم تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة لعدد من المقاتلين ثم يتم بعد ذلك تسوية أمنية للمسلحين وبينما قال المرصد السوري أن مدينة درعا تشهد تدهورا في الحالة الإنسانية أكدت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا نشرت عزيزات أمنية من الجيش السوري في المناطق المحيطة بدرعا ونشرت الوكالة مجموعة من الصور للمدرعات والأسلحة التي أرسلتها القوات السورية إلى منطقة درعا لإعادة فرض الأمن ودحر الجماعات المسلحة ينضم إلينا من بيروت الياس فرحات المحلل سيد إليس دائما فيما يخص درعا قبل أن تشتد المعارك يتم اللجوء إلى التفاوض هل هذه المرة سيتم اللجوء إلى التفاوض في اللحظات الأخيرة؟ أساسا منذ ثلاث سنوات تقريبا عاد الهدوء إلى درعا ليس نتيجة لعمل عسكري من القوات السورية وحلفائها بل نتيجة مصالحات واتفاقات ويعني تم الالتزام بها أما منذ نحو ثلاثة أشهر تصاعدت أصوات فيه داخل درعا البلد وهي درعا القديمة تعترض على وجود الجيش السوري وعلى إجراءاته وحصلت عمال اغتيال وعمال تبادل إطلاق نار مع عناصر الجيش السوري ما أدى إلى استخدام تعزيزات وتدخل مركز المصالح الروسي مركز المصالح الروسي يحرص على عدم حصول اشتباك عسكري كبير أو هجوم على درعا وهو يحاول التوسط من أجل حل يعني يقضي بترحيل بعض المقاتلين الذين لا يرغبون البقاء تحت سلطة الجيش السوري ولهذا تم استخدام عدب من البصات الخضر اليوم إلى منطقة درعا وبعض مساء اليوم يعني ظهرت أنباء أن هناك وعود بأن يغادر إلى أدلب عدب من المسلحين وينتهي الوضع لكن سبق وأن تم التوصل لمثل هذا الاتفاق الأسبوع الماضي وفي اليوم التالي كان ينقض هذا الاتفاق وتطلق النار من درعا البلد باتجاه الجيش السوري هناك بدأ يبرز تفاوت وجهات نظر بين الجيش السوري والوسيط الروسي الجيش السوري يريد أن يحصل الوضع بسرعة والوسيط الروسي مصر على حل المشكلة سلميا وهناك سبق بين الهجوم السوري على درعا البلد وبين حل المشكلة سلميا وخروج العناصر إلى إدلب تبعنا كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في أفغانستان حيث دافع مرة أخرى عن قراره بالانسحاب مؤكدا أن التاريخ سينصف هذا القرار كما أكد على أن هناك تفاوض وتعاون من طالبان في هذه المرحلة فيما تعلق بإجلاء الأمريكيين والمتعاونين الأفغان وأن ما تم في هذا الشأن فهو تقدم كبير وتم نقلم أكثر من ثلاثين ألف شخص من الدبلوماسيين ومن المتعاملين وأيضا المترجمين ينضم إلينا الآن من واشنطن عبر سكايب لستر مونسون كبير الباحثين في معهد الأمن القومي والمدير الدولي لمجموعة بي آر منشن أبدأ معك سيد لستر بما تحدث به الرئيس الأمريكي ما زال هناك هجوم عليه في القرار إلى أي مدى هناك تقبل في المجتمع الأمريكي خاصة الحديث على أن هذا القرار كان متسرعا وأيضا استطلاعات الرأي التي رد عليها الرئيس بأنه صاحب هذا القرار وهو متمسك به إلى أي مدى هناك قناعة الآن في المجتمع الأمريكي رغم استطلاعات الرأي شكرا جزيلا أعتقد أن هذا سؤال ممتاز الرئيس بايدن اتخذ قرار بسحب قوات الأفغانية وهذا شبيه بما أراد أن يفعله سابقه بايدن عذرا ترامب وأعتقد أن الشعب الأمريكي أيد هذا القرار ولكن في الوقت الحالي الرئيس بايدن أنتقد ليس على قرار الانسحاب ولكنه أنتقد على طريقة انسحاب الولايات المتحدة من هذا البلد فيبدو للأمريكيين سنادا للأخبار التي تأتي من أفغانستان أن هذا الانسحاب كان يمكن أن يتم بطريقة أكثر عقلانية ويبدو أن الإدارة الحالية لم تقوم بهذا الأمر بالشكل الصحيح وأعتقد أن إدارة الحكومة الآن هي صحيحة فيما يخص هذه الأزمة وأعتقد أن الإدارة الحالية تقوم بكل ما في وسعها لأخراج الأمريكيين والأفغان الذين ساعدوا أمريكا وأعتقد أن هناك دعم كبير للرئيس في هذا الأمر ولكن هناك انتقاد أننا في هذا الوضع والذي بالكاد نسيطر على مطار واحد ونحاول أن نخرج ألاف الأشخاص خلال مدة زمنية قليلة جدا ونحن تحت رحمة طالبان وهذا ما ننتقد عليه سيد لستر دائما يتم التأكيد على أن هذه الفترة هي فترة خروج الأمريكيين والمتعاونين الأفغان ولكن ماذا عن بقية الشعب الأفغاني لا يتم الحديث عنه وهو ليس كله من المتعاونين أو المترجمين هذا صحيح هناك نقاشات الأن في الولايات المتحدة بشأن مستقبل الشعب الأفغاني تحت حكم طالبان طالبان كانت مسؤولة عن أفغانستان في الماضي ونحن نعلم أنهم لا يحترم حقوق الإنسان ولا حقوق النساء والفتيات بالأخص حينما تعلق الأمر بالتعليم لذا أعتقد أن الكثير من الأمريكيين قلقون بشأن مستقبل الأفغانيين تحت إدارة طالبان ولكن الأمريكيين الآن يركز على القضية الأساسية وهي سلامة الأمريكيين والأفغان الذين ساعدون أيضا تحدث رئيس بايدن على أن هذا القرار قرار الانسحاب بالتأكيد لا يصعد موسكو وبكين هل ألقى بالكرة لدى روسيا ولدى الصين وهي الدول المجاورة أو القريبة من أفغانستان؟ أعتقد أن هذا سؤال كبير ومعقد أنا أعتقد أن روسيا والصين وهم منافسين أمريكا هم سعداء أنهم لا يحبوا انتقادات أمريكا من قبل الحلفاء ولكن أعتقد أن الرئيس بايدن على حق أن الفوضى في أفغانستان والتي ستؤدي إلى قرارات صعبة لروسيا والصين ولكن أنا أعتقد أن الأمر أجير السياسي جوغرافي لا يمكن استيطار عليه بهذه السهولة سيد لستر مانسون كبير الباحثين في معهد الأمن القومي والمدير الدولي لمجموعة بي جي آر منشن كنت معنا من واشنطن شكرا لك يتوجه وفد من وزارة الموارد المائية العراقية إلى تركيا لمناقشة شح المياه الذي نتج عن بناء السدود وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إن الزيارة تأتي للتمهيد لاجتماع أوسع يضم سوريا وتركيا والعراق لبحث تقاسم الأضرار في فترة شح المياه مشيرا إلى انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات إلى النصف أصبحت بلاد الرافدين تعاني من شح المياه في رفديها لدرجة أن حصة العراق من مياه نهري دجلة والفرات باتت موضوع نقاش مع سوريا وتركيا وزارة الموارد المائية العراقية قالت إن وفدا سيزور تركيا مطلع شهر المقبل لبحث المسألة وأقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي إنه تم عقد اجتماعات عديدة مع الأتراك والسوريين لبحث هذا الملف وتهدف زيارة الوفد العراقي إلى تركيا لتهيئة الأجواء لعقد اجتماع يضم العراق وتركيا وسوريا بشأن موضوع تقاسم الأضرار في فترة شح المياه تحركات عراقية تأتي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل شح كبير في المياه يرجع لتوسيع دول الممر قنوات الأنهار وإنشاء السدود لتخزين المياه الأمر الذي يؤثر على الدول التي تنتهي عندها ممرات هذه المياه فقد انخفض منسوب المياه في نهر الدجلة والفرات بأكثر من 50% نتيجة كل هذه الظروف والإجراءات كما انخفض منسوب المياه بمعدلات كبيرة في السدود التي أنشأها العراق على مدار تاريخه عوامل يضاف إليها تأثر جميع دول العالم بالتغيرات المناخية وقلة الموارد المائية ما يستدعي تفاهما بين الدول التي تتشارك المياه وتعرف بلاد العراق ببلاد الرافدين منذ ألاف السنين على اعتبار أن الرافدين هما نهر الدجلة والفرات وهما شريان الحياة في هذا البلد الذي بدأ يعاني من انخفاض منسوب المياه بسبب الظروف المناخية الصعبة من ناحية وبسبب السدود التي تقيمها تركيا في طريق النهرين لتخزين كميات أكبر من المياه من ناحية أخرى ينضم إلينا من بغداد الدكتور منات موسوي رئيس مركز بغداد للدراسات السياسية دكتور موسوي لماذا انتظرت بغداد حتى وصل دجلة والفرات إلى نصف ما يملكه من مياه سيد العزيز في البيض داني أحييك وأحيي جميع المتابعين شاهدين قناة الغد أنا أعتقد أن هناك ربما تقصير كبير من قبل الإدارات السابقة دارات الحكومة السابقة خصوصا في عملية التعامل مع ملف المياه أعتقد أنهم كانوا يتعاملون بطريقة غير واعية غير ناضجة البعض يحاول أن يحيل الكرة إلى الوضع الأمن السيء الذي كان في العراق الإشكاليات الداخلية التي كانت في العراق لكن بالنتيجة أعتقد اليوم العراق يخسر الكثير من حصوص المائية سواء كانت من المنبع الرئيسي لنهرية دجلة والفرات أو حتى من المنابع الفرعية أيضا هناك اليوم إيران تقوم بمجموعة من السدود على المنابع الفرعية التي أيضا تغذي نهرية دجلة والفرات وبالتالي أعتقد أن هناك حقيقة مشكلة كبيرة تحتاج إلى وقفة كبيرة ولكن أين الاتفاقيات السابقة التي كانت بين العراق وإيران وبين أيضا العراق وتركيا سيدي أولا تعلم أن أزمة المياه هي تقريبا أزمة دولية ليست في العراق فقط موجودة في مصر والسودان والثيوبيا وبقية المناطق الأخرى وبالتالي أنا أعتقد أن تركيا استطاعت أن تستغل التغيير الذي حدث في العراق والإشكاليات التي حدثت سواء كان في سوريا أو في العراق وبالتالي التنصل على الاتفاقيات الدولية الموجودة لأنها بالنتيجة قامت بعمل بجموعة من السدود استطاعت أن تغزن بها كميات أكبر تحاول الاستفادة منها وتحاول أن تستثمرها في الفترة القادمة وأعود اليوم وأقول ما زال الوقت تمام العراق للذهاب سواء كان المحكمة الدولية أو محاولة الضغط على تركيا للعودة إلى الحصة الأصلية المنتفق عليها لما بين العراق وتركيا وحتى ما بين العراق وتركيا وسوريا ولكن تركيا تصرح بأنها أصلا تعاني من أزمة في المياه لذا قامت بهذه السدود إذن ما أوراق الضغط لدى بغداد في هذا الملف نعتقد اليوم بغداد تمتلك قوة سياسية تمتلك مجموعة من العلاقات الدولوماسية الجيدة سواء كانت المستوى الأقليمي على المستوى الدولي وأعتقد أنها من الممكن أن تجعل من الحوار بالإضافة إلى عملية الضغط الدولي باعتبار أن مسألة المياه هي مسألة أساسية ورئيسية وبالتالي توثر على المواطن توثر على المجتمع توثر على الحالة المجتمعية وأعتقد أن هناك اتفاقيات يفترض أن تحمي هذا الموضوع بالتالي العراق اليوم ليس أمامه سواء عملية الضغط السياسي عملية الحوار وعملية الذهاب إلى هيئة الأمم المتحدة أو المحكمة الدولية لمحاولة الحصول على حقوق السابقة أو العودة إلى الاتفاقات السابقة في الحصول على المياه شكرا دكتور منافى المساوي رئيس مركز بغداد للدراسات السياسية كنت معنا من بغداد قتام حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة نذكركم بأهم العنوية قط يرفض نقل اللاجئين من أفغانستان إلى دول أسيا الوسطى خشية تسلل إرهابيين إلى روسيا طالبا ترسل مات المقاتلين لودي بنشيل للسيطرة عليه وشاه مسعود يدعو الحركة إلى التفاول وسط تعثر المفاوضات مع المسلحين الجيش السوري يعزز انتشاره في محيط درعة ويفتح ممرا آمنا للمدنيين وفد عراقي يزور تركيا الشهر المقبل لبحث أزمة خفاض منسوب نهري دجلة والفراط إلى النصف تهى حصاد اليوم من قناة الغد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر